بتكلم عن الحمد لله بس ما تتكلم عن الاتحاد ولا يعني مباراة واحدة مع الاتحاد وهدف مع الاتحاد ما يعكس السلسل الحجم والقيمة الفنية الحمد لله يعني حمد لله يعني نعرف مكينة أهداف لسه أنا أقول أنه طبعا نحن نعرف امكانيات اللاعب وموسم الاستثناء إلى أول مع النصر لكن بعدها شفنا انخفاض مستوى فهل هو سيعود التألق من خلال فريق الاتحاد هذا يعني العيان راح تكشفها لكن النصر شوف الحالة النفسية اللي صارت في النصر والجو الرائق فعلا اللي صار في النصر الانتصارات المتتالية خلت الإدارة تشتغل يعني بهدوء خلت الجميع فعلا مرتاح يوقف خلف الفريق حتى المطالبات حتى الانقسامات الجماهرية ونتذكر المساحات والأشياء اللي كانت تصير حول النصر يعني عند أدفه الأشياء وكنا نقولها في ذاك الوقت أنه كان فيه تصيد وفيه انقسامات وكان فيه أشياء ضد الإدارة وكانت فيه أشياء يعني تثار يعني أكثر ما تحتمل الآن مع السلسلة انتصارات مع الجو الهادئ فلم في النصر عودة بيتي مهمة جدا أن تتخيل بيتي بعد ما بدأ الآن يعني يشارك في دقائق بر مباريات مع تاريسكا ومبكر لو يرجع يعني ثلاثي فعلا ناري مع استقلابات الجديدة للنصر في أمر آخر اللي هو خص الأهلي حقيقة أمر يعني محزن بالتقرير يقول لك أنه أخيرا الأهلي فاز وانا شوف تعليقات يعني جماهير الأهلي أيضا محزن أنا أتكلم نودين على المركز التاسع فرحة كبيرة جدا بهذا الانتصار وهو انتصار على الفريق الأخير فرحة أنهم يتقدمون لمركز التاسع ويعني يبتعدون عن مراكز الهبوط هذا المكان لا يليق بالأهلي ولا بجماهيرية الأهلي ولا بجمهور الأهلي ولا بتاريخ الأهلي حقيقة أنا أحزن على هالفرق شوف الصراع اللي احنا نستمتع فيه لما يشتد في المقدمة الاتحاد والنصر سلسلة انتصارات الهلال ثلاث انتصارات أيضا بدأت النقاط تقترب ودنا بخمسة أندي أيضا تزهنافس خاصة الأندي الكبيرة والجماهيرية ليش لا؟ ما نبغى نشوف نادي فعلا يعاني مثل الأهلي حاليا الاتحاد في مواسم السابقة من سنين طويلة جدا ما شاهدنا أكثر من أربعة أنديا في أفضل حالاتها في الدورة السعودية دائما ثنائيات تجد فريقين هم اللي قاعدين يتنافسون وهم اللي في أفضل حالاتهم حتى الآخر الموسم بقية الفرقة عالية تخيل موسم عدلاء فيه الخمسة فعلا كلهم ينافسون على هذه المقاعد بجماهيريتهم بالتاريخهم الطويل البطوري يعني بيكون موسم فعلا ناري موسم مثير موسم راح نستمتع فيه بشكل كبير ترجمة نانسي قنقر